تحياتي و أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من رصد خبري اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت عاد داني ألبس وعملنا عنه فيديو كامل بيشرح أهمية وأسباب هاي العودة لكن في هذا الرصد الخفيف رح نتكلم عن قصة جديدة فأكيد عرفته أنه قرر يلبس رقم ثمانية رقم يستوي ستويتشكوف اللي شكرهم عبر انستغرام وإنهم سمحوا له يرتدي قميصهم فشو قصة أسطورة برشلونة دانيل ألبس مع أرقام القمصان جميعنا بنعرف أنه أول رقم ارتداء ألبس مع برشلونة لما انتقل في 2008 كان رقم 20 رغم أنه رقم المفضل في إشبيليا كان رقم 4 لكن في موسم 2009-2010 بعد ما رحل مارتين كاسيريز قرر ألبس يرتدي رقم 2 واستمر فيه حتى موسم 2013-2014 لهذه اللحظة كان كل شي عادي لكن تحت ضغوط صحية قرر أبي دال يوقف لعب كرت القدم ورحل عن برشلونة وهون بدأت عادة جديدة عند دانيل ألبس مع القمصان قرر يكرم إيرك أبي دال فطلب من النادي أنه يرتدي رقم 22 استمر ألبس برقم أبي دال لمدة موسمين لكنه في موسم 2015-2016 ارتدى رقم 6 وهالمرة كان لتكريم تشافي هرناندز اللي رحل زي ما منعرف في عام 2015 وقال وقتها هذا الرقم تحدي جديد لإلي رقم مميز جدا سأدافع عنه كما دافعت عن الرقم 22 والآن سيرتدي ألبس رقم 8 تكريما لنيستا وستويتشكوف وبالمناسبة رقم 8 هو كان أول رقم لبسه في حياته مع إشبيليا في موسم 2002-2003 والسؤال هون ليش إدارة برشلونة بتسمح لألبس بهذه الخطوات السبب الأول قانوني فلا يجوز تغيير اللاعب لرقمه في إسبانيا وبالتالي ما بصير لألبس أنه يأخذ رقم دست مثلا ثانيا في إسبانيا لا يوجد حاجب أرقام عشان هيك شوف نفاتي بيلبس رقم ميسي عشان هيك ألبس قرر أنه يكون هو دائما الشخص اللي بدافع عن أرقام زملائه الأساطير ويكرمهم ويدافع عن أرقام مميزاتهم ولأنه ألبس لعب محبوب فالجماهير مش رح تزعل لما تشوفه بيرتدي رقم تشافي أو إنيستا أو أبي دال ألبس ذات نفسه قال أحب تغيير أرقامي من أجل تكريم الأشخاص اللي أثروا في حياتي للعلم حتى في سان جيرمن في الموسم الثاني هو ارتدى رقم 13 تكريما للأسطورة البرازيلية ماريو زي قاله ولما انتقل ألبس ليوفينتوس ارتدى الرقم 23 وكان اختياره لأنه بحب لبرونجيمس أسطورة كرت السلة كما قال وقتها لهون بنكون خلصنا سرت قصة العادة الغريبة لداني الألبس مع أرقام القمصان كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستا جرام وضروري جدا دائما تتابعوا قناة سيفي سبورت على يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة